العلاقة الأولى هي علاقة جسدية العلاقات الأولى دائماً علاقة جسدية لا نقصد بعلاقة جنسية علاقة المرفولوجية هو أنك تهزي الشكل وتحطه في رأسك وتبدأ تبحث عن قالب معين أو شبيه معين وبعد يقع التعديل في الشكل الأشياء الأخرى كامل يجي من بعد يقول لك نحوس عن واحد حنين واحد مثلا مثلا فتايت تقول لك نحوس عن واحد يدخل لأن كان الوالد مثلا توفى فتاة صغيرة وكانت شم في رحلة الدخان شيء هذي تستدخل تستدخل وفي رحلتها البحث عن العاطفة العاطفة فيها رائحة معين هي رائحة الدخان عمل سيكولوجي عميق قلنا أن الفتاة تختار لكن هي في خياراتها عدها أكثر مرونة من الرجل في التعديل لأن هي تختار وليست هي تختار يحدث الزواج بهذا الشكل بهذه الطريقة لما توقع الرابطة هذي وين الرابطة هذي وين إذا كان هناك نضج انفعالي ونضج معرف ونضج فكري قابلين أنهم يوقعوا تعديلات في التصورات إذا كان مكانش نضج نضج غير مربوط بالسن نعم نضج غير مربوط بالسن مربوط بالنضج المعرفي والنضج العاطفي ترجمة نانسي قنقر